اشتركوا في القناة تنتخب على قناة الجزائر الدولية وعلى المباشر لتحليل ومناقشة حصيلة الأسبوع الأول من طلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر رفقة ضيوف العادة نتعرف عليهم بعد الفصل أهلا بكم مشاهدنا من جديد في العدد السابع من برنامج جزائر تنتخب لتحليل ومناقشة حصيلة دائما الأسبوع الأول من طلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر أكيد سنتناول الحصيلة وأيضا تصريحات المترشحين قبل ذلك أرحب بمحلل قناة الجزائر الدولية كل من الأستدور، دكتور قويبو حمية أستاذ العلوم السياسية نابك أستاذ أهلا أستاذ شكرا وأيضا الدكتور عمار سيغى أستاذ العلوم السياسية نابك أهلا وسلم وأيضا دكتور عمر بن ماداني أستاذ العلوم السياسية كذلك أهلا بكم أهلا وسلم إذن بداية وكسؤال أولي نستهل به العدد اليوم فيما يخص حصيلة الأسبوع الأول من انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر قراءة في خرجات المترشحين تصريحاتهم وأيضا أهم الملاحظات التي وقفتم عليها تفضل أستاذ جوي كما سبق ونشرنا أنه كل مرة وكل يوم الوتيرة تتصاعد في التركيز على مجال وملف بعينه قبل أيام كان الحديث عن القدرة الشرائية البارحة كان الحديث عن تنتين اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي حسب كل المترشح بعض التصريحات عملت تريند على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي لبعض ممثلي المترشحين لكن بالمجمل يمكن القول بأن نحن نعيش تحول وتحور حتى في مستوى الخطاب السياسي بحسب كل المترشح لكن بقية الخطوط الجامعة المانعة هي التي تحدد المسارات العامة استقرار الدولة المحافظة على سكنتها ضمان القدرة الشرائية المواطن وتقوية الجبهة الداخلية وأيضا الوقوف على الثوابت الوطنية في مجال السياسة الخارجية حق الشعوب في تقرير مصرها وعلى رأسها القضية في الصينية والقضية الصحراوية نهيك على التمتين كما قلت ومواصلة بناء الأمن والاستقرار للجزاء في السياسة الخارجية هذه المحاول الكبرى التي كل المترشح يركز أو ممثلي يركزون عليها وكل مرة هناك جزئية تشكل كما قلنا عنصر تأثير أكثر من العناصر السابقة طيب ننتقل أيضا إلى الأستاذ عمارة بالمداني أبرز ما تم ملاحظته خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية أيضا كما سبق ما ذكر السيد جوي هناك نقول النسق يعني في درجات في النسق فيما يخص خطاب المترشحين وحتى الأحزاب المسندة لهم نعم بالطبع كلما تقدمنا في أيام الحملة الانتخابية كلما زادت وطيرة الخطابات السياسية وكلما استفاد المترشحون أو ممثلهم من النقد ربما أو الملاحظات التي توجه لهم من خلال المراقبين أو الملاحظين وحتى المواطنين وبالتالي رفع من وطيرة الحملة الانتخابية وكذلك كل مترشح يسعى أن يقدم وأن يشرح برنامجه للمواطنين أن يتقرب أكثر يعني شاهدنا ربما حملات انتخابية في القاعات وأيضا رفقها لقاعات جيوارية وهذا ربما شيء جديد مميز الأيام الأولى من الحملة الانتخابية هو التماس المباشر بين المترشح والمواطنين وخاصة يعني الطبقات التي نقول المتوسطة والطبقات الهشة وبالتالي المترشح يمكن أن يستفيد من هذه اللقاءات فيغير من اللغة أو لغة الخطاب ويعدل أحيانا في برنامجه الانتخابي الشيء الملاحظ أنه تقريبا الخطابات جاءت بلغة بسيطة يفهمها العام والخاص وقريبة من المواطن العادي بعيدا عن المصطلحات وبعيدا عن اللغة التي يفهمها المواطن العادي هذه مجمل الملاحظات في بداية الحملة طيب أستاذ عمار السيغة تطرق أيضا الأستاذ بن مداني أن هناك تجمعات شعبية وهناك خرجات جوارية لكن الملاحظ أيضا هو تفاوت القدرة على الحشد والتعبئة بين المترشحين الثلاثة طبيعة الحال يعني باعتبار الحملة الانتخابية هي ربما جس نبض أولي لمدى إقبال الناخبين والمواطنين على برنامج كل المترشح وإقبالهم وتفاعلهم مع ذات المترشح وهذا باعتباره كذلك أحد المعايير أو المقاييس التي ربما نستطيع بها وزن السياسي أو قياس الوزن السياسي لكل مترشح لسيما أن بعض المترشحين اتخذ من القاعات والتجمعات الشعبية مجالا وفضاءا لترويج البرامج الانتخابية فيما اتخذ بعض وسيلة أخرى وهي العمل الجواري وتفاعل مع الجماهير في الشارع وفي مختلف المرافق العمومية وفي هذا يعني ربما يعتبر جزم الأليات التي يتخذها كل مترشح وهي ضمن الأوراق السياسية لللعبة السياسية خاصة بعد خوض هذه الحملة الانتخابية نهيك كذلك عن ملاحظة أخرى تتعلق أساسا بالتفاعل مع المعطيات ومع ردود الفعل خاصة في صفحات التواصل الاجتماعي وهناك بعض الإجراءات اتخذتها مدينيات حملة انتخابية لبعض المترشحين في نهاء مهام بعض من يقود الحملة الانتخابية نظرا لبعض التجاوزات وبعض ربما الميكانيزمات التي تخرج عن نطاق أخلاقيات المعترك السياسي وفي هذا حدث يعتبر مؤشر جيد على تعافي يعني منك مراقبة نعم تعافي المشهد السياسي في الجزائر وإتخاذ الإجراءات حتى قبل حدوثها وفي هذا استجابة فعلية لصدى موقع التواصل الاجتماعي التي أضحت الآن ضمن ربما النقاط التي ترسم معالم الرأي العام الوطني وبالتالي نعتقد أن كل ذلك يعتبر مؤشرات حقيقية ومؤشرات جيدة وصحية لتعافي المشهد السياسي وتعافي العملية السياسية في الجزائر طيب أعود إلى الأستاذ دكتور قويبو حنية نقطة مهمة الملاحظ دائما هو التفاوض في القدرة على الحشد والتابعة سواء في القاعات أصبح اللجوء إلى الخرجات الجوارية أكثر يعني حسبكم إلى ماذا تعود؟ أنا سبق ونشرت إلى أن هناك انحصار لآليات التسويق السياسي الكلاسيكي المتعرف عليها في السابق وذلك بفعل ثورة التواصل الاجتماعي الحديثة في السابق كان هناك ما يسمى التجمعات الجماهرية التي كانت تحشد لها قبل العقدين من الزمن وحتى قبل العقد من الزمن كانت هناك حشد عن طريق حتى الحافلات ويتم توظيف بين قوسين وسائل التواصل العمومية لغرض حشد سياسي معين للون سياسي أو لطيف سياسي معين هذا الزمن قد ولأ وهذه الآليات الكلاسيكية قد ولأ لصالح ماذا؟ لصالح وسائل التواصل الحديثة الآن بإمكان ثورة التواصل الاجتماعي أن تحتفى نقلة نوعية سواء على مستوى المراقبة وسبق أن أسأل أستاذ عمار سيغة مشكورا أن هناك بعض الذين ربما كانوا مكلفين بإدارة حملة انتخابية لمرشحين بعينه تبقى توقيفهم لاعتبار معين على سمثل هناك من يحاول أن يستقوي بجراح سياسي حتى يظهر ربما انتشاره وتأثيره ونفوذه فإذ بمقصة الرقيب الممثلة في الضمير الجمعي الجزائري المتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤدي دورا سلبيا وإيجابيا في ذات الوقت هذا دور إيجابي أعتقد محاربة الماء الفاسد أخلقت الحياة السياسية وعنصر مهم هذا أولا النقطة الثانية طبعا كل مترشح لديه ثقة الانتخابي نتحدث عن المترشح الحر عبد مجيد تبون وراءه 11 تشكيلة سياسية ومجتمع مدني ولديه حصيلة يتكي وعليها 3-5 سنوات وبتالي نتوقع دائما أن تكون تجمعاته بهذا الحجد وبهذه القوة ثم حركة مجتمع السلم والمتلف السليل الحساني فهو أيضا يتمتع بالثقة السياسية سواء في البرلمان وتواجد طيلة بعد التعديل الدستوري لـ 89 بمعنى أن تواجد في محطات مختلفة شاركة في انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية وانتخابات بلدية وبتالي أيضا ثقل نتحدث أيضا عن التشكيلة السياسية مهمة جدا اللي هي لففاس ممثلة في الشاب وشيش الذي حقيقة يتكي أيضا إلى تاريخ سياسي كبير لهذا الحزب العتيد منذ عام 1963 طبعا درجة انتشار ودرجة قوة الحجد ترتبط بعامل مهم جدا من يتكئ عليهم من كيانات سياسية بين قوسين ومن يعتمد عليهم درجة التواجد فارق بين تشكيلة سياسية متوجدة في 58 ولاية وتشكيلة سياسية متوجدة وربما في ثلث ولايات الجزائر هذا أيضا عنصر مهم جدا لكن حقيقة هي معركة سياسية يفترض فيها أن تكون نظيفة وفيها تعبئة لمختلف الفاعلين السياسيين ولمختلف أيضا شراح المجتمع وهذا العنصر الإيجابي رغم أن نعيش حرارة الصيف نعيش مرحلة كان ينتظر منها ربما لا تكون بهذا الشكل وبهذه التعبئة لكن حقيقة أثبتت بعض التجمعات الجماهرية أن هناك إمكانية كبيرة لحجد الشباب خاصة الشباب لحضور هذه التجمعات لكن يمكن القول أيضا أنه عنصر اللقاءات الجوارية أصبحت مؤثرة ومهمة جدا حتى في لغة الإعلام والاتصال تحدث عن الاتصال فاصة فاصة عنصر مهم جدا اللقاءات الجوارية التشبيك عن طريق المجموعات الواتساب عنصر مهم جدا خاصة أنه القانون الإعلامي لا يحضرها في هذا الصدد هذا عنصر مهم جدا يؤثر يعني فيما يخص على المواقع التواصل الاجتماعي دكتور عمر بن مداني سبق ذكر أرجعها الأستاذ بوحنياقوي إلى الوسائط الإلكترونية إلى الوضع أيضا فيما يخص ارتفاع درجات الحراني أحوال الطقس يعني حسبكم لماذا يعني عجز بعض المترشحين على حشد هذه التعبئة الكبيرة من الجماهير وربما حتى المتتبعين للشأن السياسي يلجأون لمواقع التواصل الاجتماعي يعني يجدون المعلومة أعتقد كما ذكر الأستاذ أن البدائن موجودة ولحن ربما في بداية الحملة الانتخابية لا نسميه ربما عجزا وإنما هو استراتيجية اتخذتها بعض الأحزاب كما قلت هي اللقاءات الجوارية هناك من له استراتيجية أخرى يعني التجمعات الشعبية والخطابات الجماهيرية هناك من له استراتيجية على نضريق الشبكات التواصل الاجتماعي وهي ظاهرة يعني ميزت هذه الحملة الانتخابية خاصة بعض المترشحين قاموا بتشكيل لجان خاصة فيما يتعلق بلجان الشباب لجان التواصل مع الطبقات الشبانية ويعرفون جيداً أن معظم الفئات الشبابية تتابع عبر الهاتف النقال أكثر من ربما التجمعات الشبابية أو حتى الشاشات التلفزية وبالتالي الاستثمار في هذا الوسائد في هذا البدائل هو الذي يظهر ربما بعض الرتابة أو بعض التراخي في بداية الحملة الانتخابية لكن أعتقد أنه ليس يعني إذي راحي أثر بالشكل الكبير وإنما سوف كل ما اقتربنا من الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية سوف نشهد يعني تنافس كما قلت سوف نشهد توضيح للبرامج بسطن أن هناك تنوع في زيارة الولايات أيضاً نعم وهناك ربما أنه بعض الأحزاب كما قلنا حتى وإن ليس لها يعني الدعم الشعبي أو الرصيد لكن هي مشكورة أنها تساهم في دعم المسار السياسي ودعم مسار الإصلاح السياسي الذي تبنته الجزائب من خلال جودة العملية الانتخابية ثم التقرب من المواطن وحثهم على المشاركة السياسية هناك بعض المترشيين لا يقول انتخيبوني لكن يقول على الأقل شاركوا في العملية الانتخابية واختاروا من شئتم سواء الحزب ألف أو الحزب ب بالتالي هذا النمط أو هذه اللغة الراقية في الخطاب هي التي تشجع ربما المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية طيب دكتور عمر سيغانب قد دائما مع حصيلة الأسبوع الأول عديد النقاط الإجماع بين برامج المترشيحين وأيضا خطاب المترشيحين وضرورة المشاركة والتوجه في هذه الانتخابات من أجل إحداث التغيير طبعا يعتبر رهان المشاركة رقما هاما في العملية السياسية الانتخابية خاصة وأن لا ننسى التذكير كما قلنا سابقا أن المشهد السياسي الجزائري قد تعرض لتصحير ممنهج وعزوف للنخب السياسي على المشاركة أو خوض غمار السياسة نهيك كذلك عن تراجع مستويات النسب التصويت إلى غير ذلك نهيك عن ما شاب العملية السياسية من بعض التجاوزات من تزوير إلى غير ذلك كلها كانت رهانا ضمن الآليات والمؤسسات التي استحتذتها الدولة الجزائرية ولعل أهمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي قد توجت بترسانة من الأكاديميين ومن الأساتذة الخبراء والمختصين في مجال القانون وقانون دستوري وغير ذلك كلها عقدت رهانا على نفسها على إعادة بلورة مفاهيم جديدة للممارسة السياسية في الجزائر إلى إخلقت الفضاءات السياسية والحياة السياسية بما يتمشى مع استقطاب للناخب الجزائري واستعادة ما يسمى بثقة المفقودة نعتقد أن هذا في حد ذاته يعتبر امتحانا هاما وقفت عليه السلطة المستقلة للانتخابات منذ تسيسها في سنة 2019 وقد قادها بحكمة وبحينكة الأستاذ محمد شرفي وهو مشكور على ذلك من خلال الشفافية من خلال العدالة في التعامل مع كل المترشيحين سواء في كل مستوية سواء من انتخابات شريعية محلية وحتى في الرئاسيات ولعل كل ذلك يعني يعتبر من ضمن المؤشرات والأوراق الطمأنينة التي تعطيها المؤسسات السياسية للدولة الجزائرية للناخب الجزائري وحتى تعتبر كذلك مكسب يضاف إلى ربما الأسلحة التي ربما الآن هي في يد المترشيحين من خلال منح كل الضمانات من صيانة 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 الأصوات وعدم الخوض في الممارسات والتجاوز التي تنتمي شأنها تشوب العملية الانتخابية نهيك كذلك عن رسائل التي أبرق بها الأستاذ محمد شرفي سابقا في ربما في شهرين الماضيين من خلال زيارته إلى ولاية تيزيوز وحينما صرح بالتزام السلطة المستقيل الانتخابات في الجزائر بتنظيم انتخابات بمعايير دولية وذلك بذكر المعايير الدولية نعتقد أن نحن الآن بصدد إبراز دور المنظمة الدولية للشفافية وذلك تقاطعها مع العمل السياسية مع المنظومة الدولية وبالتالي نعتقد كل هذه المعايير من شأنها أن تسمو وترقى بالممارسة السياسية في الجزائر وتزيد من إضفاء الأخلاق على الحياة خاصة إذا سلمنا بأن هناك هذه الإجراءات المتخذة في مجال الحملة الانتخابية من رصد ومعالجة كل تجاوز بما فيها محاولة تمزيق الصور واللافتات والمنسقات الخاصة بالمترشيحين واتصلية عقوبات على مرتكبي تلك ذلك الجرم وهذا بحدث هذه الممارسات لم نشهدها أيضا نعم هناك بعض تجاوز وإن كان هي ربما محدودة وليست كذلك غياب التقاذف السياسي وغياب كذلك الخطاب الكراهية وكل ذلك ضمن المعايير التي التزم بها كل مترشح ومشانها كذلك أن تعطي الظروف المناسبة وتعطي الأسباب الحقيقية لتوجه الناخب الجزائري نحو التصويت ولا يمكن بأحالي من حوال اعتبار الحشود الجماهرية ربما معيار من معيار نجاح العملية الانتخابية فما الحمل الانتخابي سوى محطة من محطات العملية الانتخابية وصلنا إلى مرحلة التصويت والفرز ثم إلى النتاج النهائية وبالتالي تكتمل صور المشهد السياسي في الجزائر ونطوي مرحلة متجددة في حياة في نظام السياسي الجزائي طيب دكتور قويب حنية تبقى وانشاهدنا أيضا عبر الشاشة مختلف خرجات وتجمعات الشعبية للمترشحين الثلاثة وأيضا ما الملاحد والمميز هو مرورها في هدوء نظرا لتوافق في عديد النقاط في خطاب المترشحين الثلاثة وحتى الأحزاب المساندة طبعا والآن نحن عطعنا تجربة مهمة جدا انتخابات تشريعية قبلها انتخابات رئاسية استفتاء على تعديل الدستور يعني هذا المصار المهم جدا أحدث نوع من لا أقول الرتابة ولكن أحدث نوع على الأقل من الثقة في العملية الانتخابية من حيث درجة تأطيرها من بدايتها إلى نهايتها هذه المرحلة أيضا تميزت بتشكيل وتشكل وعي سياسي جديد لدى الشباب هناك انخيرات هناك شعارات تحمل هيا ننتخب لنصوت جميعا وهذه الشعارات لم تكن موجودة في السابق بمعنى لم تكن تنطلق من رحم المجتمع الآن هناك رغبة لدى الشباب لكي ينخلطوا في هذه الحملة بشكل أو بآخر ولاحظنا أيضا أن هناك مدركات حقية لم تكن في السابق النسيج الجمعياتي في الجزائر يعد أكثر من 140 ألف جمعية بمعنى أن هذه الجمعيات لاحظنا كيف أن مرصد الوطني المجتمع المدني قام بتأطيرها بشكل ممنهج وأيضا نفس الشيء بالنسبة للمجلس على الشباب عن طريق ما تم تسميته الجلسات الوطنية الممركزة بمعنى هناك حراك تم تجنيد فيه هذه الهيئات الدستورية الاستشارية بشكل عمل على تحسيس المواطنين بالعملية الانتخابية وهدف حادث وعنصر إيجابي ثم إن فكرة التراشق والتقاذف هي فكرة متجاوزة إذا أردنا أن نتقاذف أو نتراشق فنتراشق على البرنامج وليس لأسباب شخصية أعتقد أن هذا وعي مهم جدا لأنه لو ستكون ضمن أهدف وقعية أكثر طبعا نحن بالأخير للصراع يجب أن يكون على أساس البرامج وهذه الفترة كلها نحن نتراقش ما هي استراتيجية كل مترشح في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي في المجال الثقافي في المجال التنموي ما هي معاييرهم نفرق بين الأهداف والإجراءات وهذا هو العنصر المهم كيف نحول نقاشاتنا إلى دائما أقولها أن الحديث بدلا من الحديث عن بعض إلى الحديث مع بعض أعتقد أن هذا فكرة جوهلية مهمة جدا نتناقش لأضجل خدمة هذا الوطن ولاحظنا أن كثير من المترشحين أحدهم يتني على الآخر والثاني يكمل الآخر وهذا عنصر مهم جدا في الحياة السياسية بمعنى أن الخلاف يجب أن يكون على أساس البرامج وليس على أساس الخلافات الشخصية طيب دكتور بن مداني هناك إجماع بين المترشحين الثلاثة على أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي كل حسبه يحاول الإقناع الهيئة الناخبة ومواطنين وأيضا الحضور متوجد سواء في الخارجات الجوالية أو حتى التجمعات الشعبية من أجل التوجه إلى هذا الاستحقاق شيء طبيعي كما قلنا أن العملية الانتخابية تعتبر ربما الوسيلة الأكثر للتداول السلمي على السلطة وبالتالي هذا التداول السلمي سوف ينحصر التنافس أو ينحصر سباق في البرامج الانتخابية وكل كما قلنا يدلي بدلوه من خلال يتناول الشق الاقتصادي الشق الاجتماعي الجانب الوضع الدولي الراهن إلى غيرهم المجالات الحياة السياسية التي تعني مباشرة الموادن وبالتالي كل مترشح سوف يتبنى استراتيجية لمخاطبة فئة أو فئات معينة فبالتالي نجد من يهتم بالبرامج الاجتماعية بخلال تحسين القدرة الشرائية للمواطن رفع الأجور الإعطاء منح للفئات الهشة في المجتمع يتعلق أيضا ربما بالجانب الاقتصادي يعني كيف يشجع المواطن الجزائري على الاستثمار في مختلف المجالات سواء كانت الصناعة أو الفلاحة كيف أيضا مجال الأمني كيف نؤمن يعني أمن أو المسار الأمني للدولة الجزائرية في ظل ما نعيشه من توترات على الحدود توترات على المستوى الدولي الحرب في غزة موقف الجزائر من كل هذه التفاعلات وهذا سيكون ملفا النقاش من خص سياسة الخارجية ضمن برامج المترشحة نعم كما قلت ملف الخارجي ملف الداخلي أعتقد أنه ربما يشاطرني الأسيد الأفاظل أنه الملف الخارجي يضغى كثيرا ربما على الملف الداخلي لأن الجزائر في محيط يعني ربما شهدنا ما يسمى بثورات الربيع العربي في بداية 2011 ثم مختلف المسارات يعني ما يحدث في دول الساحل من الابات عسكرية سوف نأتي عليها بالتفصيل إلى غيره من المشاكل التي نعانيها في الحدود خاصة في ليبيا في تونس العلاقات مع المغرب ذن هذا الملف الخارجي أصبح ربما أثقل ملف يؤرق المواطن الجزائر وبتالي حظية اهتمام من طرف المترشحين من أجل كيفية وضع مقاربة أمنية لحماية الجزائر سنعود بتفصيل إلى أسياس الخارجية في مختلف برامج المترشحين بقى دائما في نقطة الإجماع المترشحين على أهمية الاستحقاق الانتخابي وفي محاولة منهم في المترشحين الثلاث في استقطاب أكبر عدد من الهيئة الناخبة وإقناعهم بهذا الاستحقاق طبعا بالنظر إلى مستويات الأداء في الحملة الانتخابية التي نشهدها ونلاحظها بصفة يومية هناك تصاعد حتى في مستويات الخطاب السياسي وإدراك بضرورة الإقناع لماذا؟ لأنه كل مواطن ليس ملزما بالحضور لفلان وإقصاء المرشح الفلاني بل المواطن الآن الجزائري أصبح الوعي السياسي بمكان أن يحاول جس نبض كل البرامج الانتخابية على كل مستوياتها نجده وما يطوف حول المرشحين ويحاول جس نبض ويحاول كذلك رصد جوانب القوة وجوانب الضعف في تلك البرامج وما يخدموا مصلحته ولماذا؟ لأن هذا مصير ومستقبل المواطن الجزائري في المرحلة القادمة معقود على مدى تجاوب هذه البرامج مع تطلعاته الشق الاجتماعي الشق الصحي والشق الاقتصادي الشق السياسي الشق الطربوي إلى غير ذلك كلها هموم يومية يعيشها المواطن الجزائري وبالتالي نعتقد أن كل الآن بالنظر إلى الوتيرة التي الآن هي متسارعة بشكل كبير خاصة وأن هناك سباق مع الزمن لقطع هذا الشوط خاصة في ظل تجاذبات سواء داخلية أو دولية هناك كذلك بعض الضغوط التي تمارس هنا وهناك وهناك بعض سيسبانس يمارس في محاولة من هذه التشويش حول العملية السياسية نجد أن حتى كذلك ربما جزئية يمكن الإشارة إليها محاولة ومنورة بعض المواقع المحسوبة على قوى إقليمية لمحاولة تشويش على هذا الحديث الهام الذي تعيش بالحديث على تشويش دكتور عمار سيغا ننتقل إلى تصريح عبدالقادر بن جرينا اليوم عاد إلى تصريح رئيس المترشح تبون بشأن غزة الذي تم تحرف إخراجه عن السياقية ينقل بن جرينا وخلال تنشيطه تجمع عن انتخاب بولاية تيميمون جنوب الجزائر في إطار تنشيط لحملة المترشح الحر عبد المجيد تبون أكد بأن رئيس تبون المترشح يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للشعب الجزائري نستمع لقد سرح مرشحنا من ولاية تنطينة تصريحا قومي تصريحا عربي تصريحا تمليه عليه واجبه الديني والقومي ويمليه عنه وفاءه للشهداء عندما قال افتحوا لنا الحدود وسوف ينتقل الجيش الجزائري لبناء مستشفيات والإعمار غزة وللتضامن مع إخواننا المظلومين والذين يقعون تحت سفية جسدية في فلسطين الشهدة وهو نفس التصريح الذي قاله بمناتبة زيارته لجناح الجناح الجيش الوطني الشعبي بخصر المعار بمناسبة معرض الجزائري عندما سأل المسرف على المعرض قال له كم يلزمكم من يوم من بناء مستشفى ميداني قال أسبوع أو أسبوعين قال جاهزوا أنفسكم بانطلقة نفس الأبواق الذي شوشت على الجيش الوطني الشعبي ورازع المسمى في داخل الوطن وفي خارجه لتشوه تصريح رئيس الجمهورية رغم أن التصريح قاله وهو مرشح وليس بمنصب رئيس الجمهورية قاله في قسنطينة شوهه جزنات الخارج وبعض الذين يعتبرون أنفسهم بأنهم يمتلكون الحقيقة ويمتلكون التحليل ويمتلكون الرياضة ويمتلكون الشعبية في خارج الوطن وفي خارج الوطن ليسجوا بتصريح البري لا علاقة له بما يقولون ويحملونه تحميلات إذن كان هذا التصريح العبدالقادر بن جرينا رئيس وخاركة البناء الوطني الحزب مسند للمترشح الحر مجيد تبون من ولاية ميمون والذي عاد إلى تصريح المترشح الحر من ولاية قسنطينة دكتور جمي بوحنية كما سبق ونذكرنا وكما استمعنا أطراف حاولت تحريف التصريح عن سياقه لافتعال الأزمات طبعا أشارنا إلى هذا التصريح وقلنا بمجرد مصرح رئيس الجمهورية المترشح الحر عبد مجيد تبون بهذا التصريح خلق ترند في كل وسائل الإعلام خاصة الغربية وقلنا حتى وسائل الإعلام الصهيونية تناقلت هذا الخبر يبدو أن متلكها الرعب لاعتبارات كثيرة لكن هو قال هذا التصريح في إطار معين وفي ظرفية معينة وهو يدرك الإكرهات التي تفرض على الدول الملاسقة والمحاذة للشقيقة فلسطين متحديدا غزة ويدرك حجم الضغوط التي تفرض على مصر يدرك حجم التواغل الصهيوني والاستلع على معبر رفح ومحور فلادلفيا وبتالي أريد لهذا التصريح أن يأخذ أكثر من مجاله وأكثر من إطاره ونعلم جميعا أن الجيش الجزائري والدولة الجزائرية وأن الدستور حدد مجالات تدخل الجيش الجزائري خاصة الدستور 2020 أنه يجب أن يجتمع غرفتي البرلمان بالثلثي فيتخذ الرئيس الجمهورية قرارا بإرسال وحدات من الجيش لغرض إحلال الأمن والاستقرار في إطار أممي في إطار إفريقي في إطار جامعة الدول العربية هذا أولا والنقطة الثانية أن الجزائر متواجدة في قطاع غزة متواجدة بجمعياتها الخيرية متواجدة بأياد جزائرية متواجدة بالأطباء الذين يقومون بأدوار مهمة جدا لدينا مستشفيات في قطاع غزة سواء خلال هذه الحرب الوحشية التي تمارس كل أنواع التقتيل والتهجير القصري والإبادة العرقية وسواء حتى قبل ذلك والفلسطينيون الغزيون يرافعون عن الدول الجزائري واعتبرونها من الأدوار المهنية الشريفة العيدون من قطاع غزة استقبال الأبطال في مطار الجزائري الدولي وبالتالي هذا التصريح لا يخرج عن إطار تصريح كل الجزائري في كون الدول الجزائرية تقف مع الأشقاء الفلسطينيين قلبا وقالبا وتقف مع الدول المقاومة مع الاعتبار من التطبيع في نظر الجزائريين كلهم قادة سياسيين نخبة رئاسة مؤسسة عسكرية هو جريمة مع هذا الكيان الغاصب الذي يمارس كل أنواع الإبادة الجماعية وأنواع التقتيل وبالتالي يجب أن ندرك أن هناك أبواق تطبيعية وأن هناك أبواق تكيد للجزائر لمحاولة إخراج هكذا تصريحات عن مصارها وقد حولت تصريحات كثيرة ليس فقط هذا التصريح الأول هناك تصريحات كثيرة لو نقوم بتعدادها ربما عشرات التصريحات التي أريد أن تأخذ في إطار آخر محاولة لليل الدول الجزائري لماذا تتناسى وسائل الإعلام أن الجزائر وأن وسائل الإعلام الغربية كلها بالحرف الواحد أشارت إلى أن الجزائر تضيء سماء لبنان تضيء سماء بيروت وهذا القرار اتخذته الجزائر في الوقت الذي هناك دول عربية ودول غربية لديها أجندات واضحة في التراب اللبناني وفي الأرض اللبنانية في الوقت الجزائر تبعد آلاف الكبرومترات عن لبنان وحتى جلية الجزائرية في لبنان جلية صغيرة ورغم ذلك الجزائر تأخذت هذا القرار السيادي بالتالي هناك تثمين كبير لهذا الموقف أكيد إعلامنا إعلاما مقاوم قيادتنا قيادة مقاومة نخبتنا نخب مقاومة وهذا هو رأي وأيضا يعني في ظل الحملة الانتخابية إلا أن العمل الديبلوماسي والسياسي لازال متواصل طبعا هناك محاولة لتعكير هذا المصار لأنه هناك دول لا تعرف شيء اسمه الانتخابات هناك دول لا تعرف تجربة ديمقراطية رغم أن العالم في الوقت الحالي عام 2024 يشهد 76 انتخاب على مستوى العالم بين انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية وبتالي الجزائر نعتقد أنها تؤمن بهذا الميكانيزم التشريعي والقانوني الذي مشاله أن ينقل البلاد نقلة نوعية وهناك أكيد أبواق تحاول قدر إمكان النيل من هذا الاستخاق الانتخابي وطبعا الجميع يتصدى لهذه الأبواق بالمرساد بآليات هادئة ورصينة كما هو حال بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية تملك لغة واحدة فوق الطاولة وتحت الطاولة لا تتخذ دبلوماسية ترد الفعل حتى تبرر هذا السلوك أو ذاك وإنما دبلوماسية كما قلت هادئة تبني الأمن والاستقرار تؤمن بما تقول وتصرح بما تؤمن وهذا هو الأساس طيب دكتور عمار بن عامل بن مداني قراءتكم لهذا التحريف في تصريح المترشح الحرمجي تبون وتحريفه عن سياقه من طرف وسائل إعلام غربية وصهيونية أيضا والمعروف أن اليوم أصبح معروف للعالم كل موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية طبعا أعتقد أن المشرع الجزائري أو القيادة الجزائرية لما قررت تقديم الانتخابات الرئاسية بعيدة أجر كانت تدرك يعني وجود مؤامرات ووجود يعني العديد من الأمور التي تحاك في الخارج وأعتقد أن تصريح الرئيس هو نابع من مكانة الجزائر ومساهمتها دائما في مختلف يعني الأزمات الدولية أن الجزائر لا طالما كانت حاضرة في الزلازل التي تصيب الدول الصديقة وحتى الدول البعيدة عنها جغرافيا وحتى البعيدة عنها في المجال السياسي وحتى تفتي وجهات السياسية والاقتصادية وبالتالي الدولة الجزائرية بمؤسساتها سواء المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية أو مؤسسة الحماية المدنية أو مختلف المؤسسات الكشافة الإسلامية كلها تساهم مع الدول الصديقة في مساعدتها وأعتقد أن الرئيس كان واضحا يعني الرئيس المترشح صحى التعبير كان واضحا فيما يتعلق بدور الجيش من خلال المساعدة في بناء المستشفيات الميدانية وبالتالي فهي الهيئة المؤهلة لبناء مستشفيات الميدانية لمساعدة الشعب الجزائري فيما سمح به دستور وأعتقد أن الرئيس لو نرجع لقاءاته يعني لما كان الرئيس السابقة خاصة ربما نذكر آخر لقاء حول الأزمة فيما قال في الحرف الواحد على الرغم من أن الدستور الجزائري في المادة 31 والفقرة الثانية من المادة 91 يسمح بإمكان أن تكون وحدات من الجيش الجزائري في إطار الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية أن تقوم بدور حفظ السلام يعني ليس تدخل إنما المساعدة لكن هذه المادة لم تفعل إلى حد الآن الجيش الجزائري لم يخرج كما قلنا أو كما قال الدكتور هي عقيدة دفاعية بامتياز نحمي يعني حدودنا ووطننا وبالتالي قلت أن الرئيس المترشح لما كان يمارس صلاحية الرئيس كان يؤكد أن الجزائر لم تتدخل الأمور الداخلية للدول وأن الجزائر مستعدة دائما لمساعدة الشعوب الصديقة والدول الصديقة في الجانب الاقتصادي في الجانب يعني المساعدة السياسية والنصح السياسي مثل ما حدث في مالي يعني لما يعني قامت بجمع يعني حدودنا ساهمت في إلغاء العديد من المساهمات أو محو العديد من الآثار التي قامت بها الدبلوماسية الجزائرية سنعود إليها بالنقاش والتحليل دكتور عمار صيغة يعني كان من المتوقع أنه ينتظرون أي حديث أو أي تصريح من طرف المترشحين الثلاثة رأينا يعني هذا الانحراف واستغلال التصريح لأغراض أخرى من طرف وسائل إعلامية والناغربية وصهيونية قراءتكم لهذا وخاصة أن الجزائر يعني تعيش مؤامرات عديدة لزعزعة استقرارها طبعا ربما من وجهة نظرنا هذا يندرج ضمن ما يسمى بالتضليل الإعلامي وهو يعني ربما من ضمن النقاط التي أثارتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي من خلالها صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو قوتيراش على ضرورة المناعة المجتمعية للتحري عن المعلومة ووصول المعلومة الصحيحة إلى منتسبة خاصة أن نقاشات التي أثرت في الجمعية العامة والممتحدة كانت تهدف إلى حماية حماية الأفراد خاصة من خلال ما نص عليه الإعلام العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 في البندل الواحد الذي الذي ربما يحق لكل فرد في المنظومة الدولية من حقوقه السياسية والمدنية ولعل هذا ليس بالغريب وكان منتظرا التشويش على هذا العرس الانتخابي الذي تعيشه الجزائر سيما وأن قلنا سابقا أن أثيرت الكثير من المواضيع حول تأجيل الانتخابات وتمديد العدل الرئاسي إلى غير ذلك وليس بالغريب في هذه التوقيت بالذات لن ننسى أن القوى المتربصة لم تكتفي بالتشويش الإقليمي أمنيا على الجزائر بل باتت تحاول التشويش حتى في الداخل العمليات الانتخابية من خلال اقتطاع تصريحات معينة وتأويلها إلى غير ذلك وفي حد هذا ذاته يعتبر ربما رهان حقيق على وسائل إعلام الوطنية خاصة منها لتنوير رأي العام وتصدي لهذه الجريمة في حلتها جريمة التضليل الإعلامي التي تعاقب عليها مختلف القنوات تصب جل اهتمامها على الانتخابات الرئاسية وهذا ربما يعتبر من ضمن المكتسبات المهنية التي اكتسبت السحة الإعلامية الجزائرية سيما في ظل الثورة المعلوماتية التي تعيشها المنظومة الدولية من غزو ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بعض الاختراقات وجريمة السيبرانية إلى غير ذلك كلها ربما آليات وربما أسلحة تحاول قوى معينة التشويش على هذا العرس الانتخابي خاصا في ظل تصاعد ربما الأداءات السياسية في السياسة الخارجية السياسة الدولية للجزائر في الدبلوماسية وحضورها إلى جانب القضايا العادلة في العالم نهكة كذلك عن مواقفها المشرفة وعدم انسياك وخضوع الجزائر لمؤامرات التطبيع ومربعات التطبيع التي للأسف الشديد قد انساقت وراءها العديد من الدول العربية في ظل انحصار مستوية التأييد الصريح للقضايا العادلة في القضية الفلسطينية كلها كذلك في ظل عودة إقليمية للجزائر في علاقتها الأخوية مع الدول العربية ومع الدول الإفريقية كلها مواقف تزعج تلك الأبواق وتحاول وتناور التشويش في كل مناسبة تعيشها الجزائر وفي حد هذا يعتبر ربما من المكتسبات البنعية التي يجب أن يكتسبها المواطن الجزائر أن يتحرر المعلومة وأن يدقق في كل تصريح وكل ما ينقل عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي طيب نصل الآن إلى الملف المحوري لهذا العدد وهي السياسة الخارجية ضمن برامج المترشحين الثلاثة فيما يخص نظر الأوضاع الإقليمية والدولية والأحداث أيضا المتسرعة وخاصة لو نسقطها أيضا على الحراكة الدكنوماسي الذي عاشته الجزائر خاصة منذ انضمامها في العضوية الغير الكاملة فيما يخص مجلس غير دائما بمجلس الأمن نحن يبدو عند الحديث عن السياسة الخارجية الجزائرية يجب أن نستذكر أن السياسة الخارجية الجزائرية تعرر باعتبارها مجموعة الأعمال التي تمارس من طرف المؤسسات ذات الصلة وفي الجزائر السياسة الخارجية محصورة على سبيل الحصر سواء في دباجة الدستور وأيضا حتى في وظائف سيد رئيس الجمهورية فهو الذي يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها وهذا في الفقرة للسلطة التنفيذية وهو أيضا يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها وفق هذا المعطى وفق هذه المؤشرات تتحرك السياسة الخارجية وفق عدد من المؤشرات ووفق عدد من المصالح ووفق عدد أيضا من الضوائر نسميها الضوائر الجو سياسية تبدأ بالدائرة المغاربية ثم الدائرة الإفريقية ثم الدائرة الأورو متوسطية الدائرة الإسلامية وغير ذلك وفق كل دائرة لدينا آليات معينة لتشبيك هذه المصالح بشكل ينمي إمكانياتنا وقدراتنا ويجعلنا أكثر قوة وأكثر تأثير يعني يعطينا مدخلات أكثر وفاعلية أكثر في هذا الدور نؤمن يقينا أن الجزائر لديها من الإمكانيات ما يجعلها مؤثرة في الساحة الإفريقية نؤمن أن قوة الجزائر أيضا في موقعها جيوستراتيجية على اعتبار أنه تمتلك أكثر من 6.000 كيلومتر هذا العمق الإفريقي يجعلها عنصر مؤثر وفاعل وأيضا نؤمن أنها تمتلك من مقاومات ما يسمى الدبلوماسية الصلبة والدبلوماسية الليلة ما يجعلها تشتغل بأريحية كثيرة صحيح أنه في مراحل معينة هذه العناصر تم تعطيلها حقيقة لأسباب كثيرة ليس هنا المجال الحادث عنها ولكن كيف نثمن هذا الدور السياسة الخارجية لاحظنا من خلال المترشحين الثلاث كل واحد تناول جزئية بعينها أو ركز على ما حاول بعينها أعتقد أنه قوة البيت الداخلي مهم جدا لبناء سياسة خارجية لكن أيضا السياسة الخارجية مهمة خاصة أنه الجزئية أصبح الآن محيطها تطعى عليه الصغة ما يمكن تسميته التوازن القلق أو حالة الإضطراب نحن نتحدث عن القرى الإفريقية التي وقع فيها أكثر من 20 انقلاب في ظرف أربع سنوات وخلال مصارها السياسي أكثر من 200 انقلاب يعني منذ استقلال كثير من الدول الإفريقية الخمسينات والستينات وهي تعيش حالة انقلاب وحالة الاستقرار مؤشرات الفشل الدولة التي تطعب كل سنة في مجلة فوران بوليسي فوران أفيرس ووقفية السلام سنجد أن الدول الإفريقية تحتل أكثر مراكز متقدمة فيما يسمى مؤشرات الفشل الدولة أيضا مؤشرات الفساد أيضا حدثت أستاذ قويبو حنية حول السياسة الداخلية والاستقرار الداخلي يعني هل توجد هل يمكن صحيح القول هل هناك سياسة يعني خارجية لا يوجد سياسة خارجية وإنما سياسة داخلية لها بعد خارجي السياستان متكاملتان وفي البرامج عادة كنت شوفي البرامج التي تطرح في الديمقراطيات العريقة ستجينا ذلك السرع مثلا بين حزب الجمهوري والديمقراطي حول مسألة سياسة خارجية مثلا بالنسبة لهم استقرار الكيان الصهوني عنصر مؤثر وعامل مهم جدا في القرار للولايات المتحدة الأمريكية هناك أيضا صراع بين مثلا حزبين المهيمينين في حزب العمال وحزب المحافظين في المملكة المتحدة وعادة ما يكون الصراع على أساس اقتصادي بالأساس ذات الوقت في مراحل معينة مارغرين تيكتر تاتشل تنسب إليها مقولة مهمة جدا حول الضرائب تقول لهم بالحرف الواحد انظروا إلى الشفتي لا يوجد هناك أي تمثيل في حالة عدم تخفيض لهذه الضرائب بمعنى أنه فكرة الضرائب عنصر مهم جدا يصعد بعض الشخصيات وينزي بعض الشخصيات في فرنسا في مراحل معينة ما يسمى عقد العمل الأولي أسقط كثير من السياسيين فالاستقرار الداخلي عنصر مهم جدا والدولة المستقرة داخليا وهذا الذي نحظى به ونعيشه دولة مسددة لديونها الحمد لله تعيشه نقلة نوعية في مستويات ارتفاع الأجور في مستويات الحكامة بكل لديها ارتكاز قوي بكل لديها ارتكاز قوي ودولة تصبح جاذبة حقيقة جاذبة للاستقرار جاذبة للاستثمار أيضا وأيضا جاذبة لبناء علاقات استراتيجية فعادة الغرب يصف الجزائر وفقا رؤيتين إما أن يصفها باعتبارها الحليف الاستراتيجي وأحيانا يصفها بالحليف الموثوق بمعنى قدم تصورا طيلة سنوات مهمة جدا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التهديدات السلبة واللينا سواء في المنتظمات الإقليمية والدولية وقدمت أيضا تصورا في عولمة الإرهاب لأنه في مراحل معينة الجزائر عانت من الإرهاب وكان ينظر إلى الدولة الجزائرية باعتبارها بين قوسين تعيش حربا أهلية للأسفة شديدة فقدمت تصورا للخروج من عنق الزجاجة بأليات وتضافر الجهود وأصبحت هذه المقاربة وفق مؤسدرات ووزارة الخارجية قابلة للتصدير وللتداول بين مختلف الدول العربية والدول الغربية أيضا الجزائر رافعت من أجل تجريم دفع الفيديا للجماعات المسلحة لأنه لاحظنا أن الدول الغربية تمارس لغتين لغة فوق الطاولة وتحت الطاولة وستطعت أن تحرر كثير من الدول الغربية رهائنها عن طريق دفع مالطائلة للجماعات الإرهابية وهذا تمويل مباشر نعلم جميعا أن الجماعات الإرهابية تتمول وتستمر في وجودها عن طريق هذه الأموال بين قوسين الفاسدة للأسف الشديد إذن هذا الشيء للأسف الشديد ربما كثير لا يدركه لكن كباحثين في حق الإعلام وفي علوم السياسية وفي علوم القانونية والباحثين الذين يشتغلون في مجال دراسات الإجرام والجريمة العابرة للحدود يدركون حقيقة أن الجزائر مستهدفة وأن الإقليم كله مضطرب وهذا الإضطراب حقيقة سيؤثر نحن دائما نقول أن النار التي تحرق وجارك ستصلك حتما بأي شكل من الأشكال وبالتالي حماية أمننا مهم جدا وفي أحيان كثيرة لا نؤمن فقط نحن حدودا هو إنما نؤمن حدود جيرانا ولذلك التشبيك مع الأصدقاء خاصة الدول الصديقة والدول الشقيقة عنصر مهم جدا وهذا الذي يمكن أن أحسسنا به خلال خمس سنوات أخيرة لنحاول تصدير أمننا الداخلي إلى دول جوار خاصة لاحظنا أنه أصبحت تجربة ملهمة كثير من الديبلوماسيين كثير من السياسيين زاروا الجزائر وربما من باب أن نسمى الأسماء بمسمياته لأول مرة 13 فصيل فلسطيني يجتمع بالجزائر يضع خريط الطريق صحيح أن هناك مطبات هناك عثرات هناك من يستثمر ويحاول إطالة لكن تبقى محاولات لكن تبقى أن جهود الجزائر مضنية على الاعتبار أنها لا تملك إلا أجندة واحدة تصدير الأمن والاستقرار وأنها ضد أي تدخل عسكري وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع دون استثناء طيب دكتور عامر بن المداني الكل يتفق أنه الجزائر يعني عادت إلى مكانتها الدولية خاصة بعد العضوية الغير دائمة مجلس الأمن تحركتها فيما يخص القضية الفلسطينية وأيضا القضية الثابتة الأخرى الصحراء الغربية نعم لطالما كانت الجزائر لها مواقف ثابتة من القضايا الإقليمية وقضايا الدولية كما عشرنا سواء في البعد الجوار الإفريقي أو حتى في البعد العربي أو البعد الإسلامي وموقعها أو تواجدها في مجلس الأمن لمدة سنتين يعطيها النوع من القوة والنوع من الكلمة التي يمكن أن تفرض مبادئها الدبلوماسية وأن تفرض الرؤية حول ما يتعلق بمساعدة الشعوب في تقرير ما صيرها وإنهاء الاستعمار خاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية ودعم ومناصرة القضية الفلسطينية فلاحظنا أن الجزائر من خلال مجلس الأمن فرضت على يعني دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية لأن تمتنع عدة مرات من التصويت ضد بعض القرارات فيما يتعلق بغزة أيضا فيما يتعلق بالمحيط الإقليمي قلنا أن الجزائر لطالما تحاول وتسعى لمساعدة الدول المجاولة خاصة فيما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية من خلال يعني تقديم قروض لبعض الدول أو محو بعض الديون السابقة للعديد من الدول أيضا هناك مواقف مشرفة فيما يتعلق بدعم وآخرا لبنان فيما يتعلق بالمساعدة في المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج الطاقة أيضا يعني الدعم المعنوي لمصر فيما يتعلق بالغاز في الأيام السابقة الدعم للعديد من الدول سواء في المجال السياسي والاقتصادي وحتى الدعم في المجلس الأمن أيضا الجزائر كما قلنا المحيط الذي لا يساعد ربما من خلال تواجد العديد من الدول الوظيفية إن صح التعبير وممارستها بعض التضليل الإعلامي والتضليل السياسي والتشويج على الجزائر سواء سكان في الانتخابات الرئاسية أو حتى في مواقفها وتحريض يعني وتحوير يعني مبادئها هنا يعني نعيش في ما يسمى بالأزمات أو السراعات وبتالي هذه الأزمات أو السراعات تؤثر ربما على الجزائر لكنها لن تثنينا في تصدير الأمن للدول الصديقة في مساعدة ومرافقة الدول الصديقة في مجال التحول الديمقراطي أو الانتقال نحو الاستقرار كما فعلت الجزائر مع الشقيقة تونس كما فعلت مع ليبيا كما فعلت مع مالي إذن الجزائر تبذل جهد في المجال الإقليمي وهذا منعكس كما قلت في برامج المترشحين من خلال أن كل المترشح يطرح مجموعة من الرؤى أحيانا تتقاطع مع المبادئ العامة للدولة الجزائرية سواء كانت سلطة أو مجتمع مدني أو خبراء أو سياسيين وأحيانا ربما نجد هناك اختلافات في هذه البرامج سوف ربما نتطرق دكتور عمر الصيغة رغم اختلاف الخلفيات السياسية للمترشحين الثلاثة نتحدث على ملف السياسة الخارجية والعلاقات الدولية استنادا إلى برامجهم رغم اختلاف الخلفيات السياسية إلا أن هناك إجماع فيما يخص دعم القضايا العادلة خاصة على رأسها القضية الفلسطينية والقضية الصحرارية العلمين بين دوافع وخلفيات هذا التقاطع وهذا التشارك هو ما يميز السياسة الخارجية الجزائرية التي تمتاز بالثبات وتمتاز بالمبادئ الرسخة خاصة منها ما تعلق بدعم ومساعدة القضايا التحرارية في العالم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حل النزاعات والخلافات بطرق سلمية نهيك على ذلك من الببدأ التي تقوم عليها السياسة الخارجية وعني في ظل التفاعلات التي تعرفها المنظومة الدولية والحركية التي تشهدها من صعود قوى وتراجع مستوية نفوذ قوى أخرى خاصة بعد الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية بعد 2011 وصولا إلى الجائحة كورونا وصولا كذلك إلى الحرب في أوكرانيا كلها مفاهيم ألقت بذلالها على تغير واضح وصريح وواسع للمنظومة الدولية ومستويات النفوذ التقليدية لننسى أن الآن نحن بصدد رسم معالم منظومة دولية متعددة الأقطاب في ظل انحصار وتراجع المنظومة الغربية التي كانت تهمين عليها الولايات المتحدة الأمريكية ولعل أهم دوافع التي تدفع ربما المترشيحين وتقاطعهم مع السياسة الخارجية الجزائرية هو تموضع الجزائر وتبوئيها الموقع المناسب في خارطة النفوذ الدولي وإن كان ربما عقيد الجزائر التي تنطلق عليها ليست بالمفهوم الصلب المفهوم القوة والتدخل العسكري وغير ذلك بقدر ما هو معقود على المفاهيم الأخرى الجديدة المتعلقة بالديبلوماسية الاقتصادية ديبلوماسية الدينية والحضور القوي في كل القرارات ذات البعد الدولي ولعل رجوع أو عودة الجزائر القوية في الآوينة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة خاصة بعد 2019 من خلال نجاحها في لم الشمل العربي وموقفها في استعادة سوريا لمقعدها الدائم في جامعة الدول العربية وصلنا كذلك إلى توحيد الصف الفلسطيني المقاومة ولعل ذلك يعتبر أحد أهم اللبنات التي وضعتها السياسة الخارجية الجزائرية في دفع المقاومة واستعادة ريادتها في مواجهة النفوذ الغربي وكذلك مواجهة مربعات التطبيع وهذا في حد التي يعتبر ضمن ربما الآليات التي تُعقد على صنع قرار في المرحلة القادمة على أن يتخذ جملة من الإجراءات التي تتعلق بتقوية حضور الجزائر في مختلف المحافل الإقليمية وحتى الدولية طيب نتوقف فقط مشاهدين عند فاصل الإشهاجي وعلى نعود عودي لكم شاهدنا من جديد من برنامج الجزائر تنتخب وملف السياسة الخارجية وفق برامج المترشحين الثلاثة أكيد رئاسيات الجزائر تؤثر وتتأثر أيضا بالسياق الإقليمي لنتحدث على أولويات برامج المترشحين فيما يخص السياسة الخارجية على سبيل المثال يوسف أوشيش يرى أن الأولوية تكون بالبعد المغاربي الإفريقي في حين عبدالعلي حساني يرى أن مصرحة الجزائر تكمن في البعد المغاربي العربي الإسلامي الإفريقي أمر مترشح الحر عبد مجيد تبون فيركز حول العلاقات الثنائية وفق مبدأ الندية صحيح يعني كل مترشح يبدو أنه تأثر بشكل أو بآخر بالإطار السياسي الذي ينتم إليه وعلى أقل الحقل نسمعه بلغة السيميروجيا الحقل الدلالي الذي ينتم إليه والمصار السياسي التاريخي الذي ينتم إليه وشيش يتحدث عن ما أسماها الدبلوماسية الهجومية وسبق وأن أشرنا إلى ذلك يبدو أنه متأثر بشكل أو بآخر بالتيار الريساري الذي شعى في القرى الإفريقية خاصا بعد مرحلتنا بعد الاستعمار بالتالي إلى حد كبير يرى أن الجزائر يجب أن تقطع خطوات استباقية لا تنتظر وقوع الأزمة ثم تتدخل المترشح الحر يركز بشكل مهم جدا على مكانة الجزائر الدولية وألية التعاطي وفق منطق الندية بمعنى رابح رابح ولكن ليس بمنطقة شعور بالعقدة وهذا شيء مهم جدا في الوقت الذي يركز فيه المترشح عبد العالي حساني على تحرير تحسين العلاقات مع دول جوار وتحجيم أثر الخلافات المزمنة والمستاصية بمعنى أنه هناك نقاط تلتقي فيها هذه البرامج لكن هناك بعض نقاط الموضيئة التي أعتقد أن الإشارة إليها مهم جدا فعلى سبيل المثال أنا أعتقد أنه يبدوني مع العمق الذي تعيشه الجزائر وعمق العلاقات وعمق التواجد وعمق التأثير يجب أن نشتغل على مستويين المستوى السلب والمستوى الليين المستوى الليين كل ما له علاقة بالجانب الإطار الثقافي والجانب الحضاري والمستوى السلب كل ما على علاقة بالتجارة البينية وجانب الاقتصادي فعلى سبيل المثال هناك ملاحظة قريتها بشكل مهم جدا تقوية مناطق التأثير الجزائرية في إفريقيا هذا شيء مهم جزائر على سبيل المثال خلال مرحلة الرئيس الجزائري عبد المجلد تبون وترشح أكد على تعزيز العلاقات مع إفريقيا قام بشطب ديون الجزائر قامت بشط ديون دول إفريقية وفق مقاربة السلم تساوي الأمن يساوي التنمية ثم أن منطقة التأثير وتقويتها في إفريقيا عنصر أيضا مهم حظا عام الماضي تم عقد ملتقى دولي هو ملتقى الإمام المغيري وفي ذلك إشارة إلى أن الجزائر تمتلك ذلك التأثير وفق ما يسمى الصوف باور يعني القوة النعمة لدينا في الجزائر طرق وزوايا امتداداتها إفريقيا بمئات الملايين لدينا الزاوية الجانية والقادرية والشادلية والعلوية والرحمانية والبالقيدية وهؤلاء أتباعها بمئات الملايين بمعنى هذا التأثير على المنظور الاستراتيجي سيؤثر في اتخاذ القرار سواء في الاتحاد الإفريقي وحتى في قضايا التي ننصرها مثل قضية الصحراء الغربية التي يتم الالتفات عليها وفق أجندة إقليمية ودولية للأسف الشديد عندما تكون محصاً إفريقياً وفق هذا المنطق الحضاري جعل الجزائر تفلح في أن تطرد الكيان الصهيوني بصفة المراقب في الاتحاد الإفريقي وفق رؤية ومقاربة متينة خاضتها وزارة خارجيتنا وخاضتها ديبلوماسيتنا بشكل سلس وبشكل أيضاً شريس بين قوسين بمعنى لم تقم بتنازل عن مسلماتها لأن وجود كيان صهيوني في إفريقيا يعني هناك حالة إطالة عمر الأزمات ومحاولة التدخل في القضايا الداخلية وثم عندما يدخل هذا الكيان الصهيوني إلى الاتحاد الإفريقي بصفته مراقب أنا قلتها ميرانا وتكراراً تراقب ماذا وتراقب من بمعنى ما هي مصلحة الكيان الصهيوني أن يتواجد في إفريقيا ويتغلغ الاقتصادياً وتجارياً واستخباراتياً وبالجزاء بالتالي مهم جداً أكيد الهدف هو الهيمة أعتقد أنه ست محاور ركز عليها المتراشح أشيش تسع محاور أعتقد أنها مهمة واستراتيجية وعندما نقرأ البرامج للسيد المتراشح عبد مجيد تابون سنقرأ الكلمة التالية مواصلة 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 وفي ذلك مفهوم أنه ينطيق من المكتسبات ارتكاز وارتكان والابتكاء على مكتسبات تم إنجازها على أرض الواقع سواء في إفريقيا سواء على مستوى العلاقات البينية عندما نقرأ البرنامج المتراشح أشيش تبني إعادة إنشاء اعتماد تطوير بمعنى هذا يعني في الأخير تحكم هذا الشاب اللي عمره في الـ 41 يأخذ تجربة مهمة جداً لأنه هديه مسار سياسي بمعنى أنه ينطلق من رؤية فحوها إعادة هيكلة المنظومة عندما نقرأ أيضاً برنامج المتراشح عبد العالي حسني تطوير نصرة تحسين تكريس بمعنى أنه أن هناك تثمين في بعض الأحيان وهناك بعض المقترحات الجديدة ممتاز وهذا الذي أردت أن أشير إليه لكن حقيقة يمكن القول بأنه هناك نقاط التقاء في السياسة الخارجية وفي الدبلوماسية الخارجية وتحس حقيقة على أن هناك موقف ثابت موحد هناك موقف ثابت وفق نظرية العقد الاجتماعي الجزائريون كلهم يفكرون بنفس الآلية وبنفس الطريقة وبنفس الاستراتيجية على اعتبار أن التهديدات واحدة وعلى اعتبار أنه تقوية البيئة والبنية الداخلية عنصر مهم وأن الجزائر يجب أن تشعع دبلوماسيا في الخارج لأن هذا هو الأساس الجزائر التي أضعت العالم بدبلوماسيتها بعد الاستقلال وقدمت نموذجا ملهما لثورات القرن العشرين يجب أن تستمر في هذا الإلهام ولكن الإلهام لا يجب أن يكون فقط دبلوماسيا وإنما اقتصاديا وأمنيا وأيضا إنسانيا أكيد أستاذ عامر أو دكتور عامر نتحدث أيضا دائما فيما يخص السياسة الخارجية بالاستناد إلى برامج المترشحين برنامج المترشح يوسف أوشيش تطلق إلى النقطة الأولى وتبني دكنوماسية هجومية المترشح الحرمجيد تبون تكريس مبدأ النيدية المترشح عبدالعلي حساني تطوير قدولات الدفاع الوطني نصرة القضايا العادلة وهي النقطة المتفق عليها ما بين المترشحين الثلاث طبعا أحيانا ربما في بعض النقاط هناك تباين في برامج المترشحين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بالإضافة إلى أنه يتقاطعوا في العديد من النقاط أيضا هذا التباين يرجع إلى ربما السن فنجد في برنامج المترشح يوسف أوشيش هناك حماسة الشباب فيما يتعلق بتبني دبلوماسية هجومية إن شاء وحدات استجابة سريعة للأزمات الفورية وغير المتوقعة يعني إمكانية التدخل في بعض القضايا اعتماد عقيدة دفاعية ووقائية استباقية إذن هناك لاحظوا أن هناك ميول أو تحمس لممارسة الجزائر لحماية إقليمها عبر ما يسمى أو خارج العطار الدولة وبالتالي ما يسمى بالمقاربة الاستباقية للتهديدات أيضا نجد هناك تحفظ دائم من طرف المترشح السيد عبد المجيد تابون من خلال أنه يحاول يوازن بين الظروف والقدرات حاولت أحيانا مسايرة بعض يعني هو ينطلق من معطيات آنية نعم ينطلق من رصيد أو تجربة أو خبرة في المجال السياسي والمجال الديبلوماسي يعني ربما هناك يعني بعض التجارب لبعض الدول في التدخلات العسكرية مثلا يعني تورطت ولاحظنا مثل ما حدثها مع المملكة العربية السعودية في اليمن العديد من الدول التي تورطت في حروب هي في غنان عنا وبالتالي تبني مقاربة أمنية اقتصادية سياسية اللي هو مبدأ راسخ في الديبلوماسي الجزائرية أثبت أن نجاع عوض التدخل إلا أنه ربما أحيانا أحيانا وفق الوضع السياسي وأعتقد أن الوضع غير مناسب لكي نتبنى مقاربة كما يتكلم يعني عقيدة دفاعية ووقائية استباقية مثلا لو نأخذ تجربة أنه هناك بعض الوحدات وبعض الجماعات الإرهابية على الحدود وبالتالي تهدد الأمن الجزائري مثل ما حدث في وحدة تيغنتورين أنه كانت هناك يعني وحدات قريبة جدا من الحدود في البعض يعني الخبراء الأمنيين ربما كان يرى أنه ضربة الاستباقية أنها تقتضي يعني مساعدة الدول سواء كما قلنا في إطار يعني الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي من أجل محاربة الإرهاب عبر سواء في محيطنا الإقليمية أو حتى في الدول الإفريقية أعتقد أنه المترشح الآخر حسني شريف ربما يتبنى يعني التطوير قدرات دفاع وهذا شيء ربما تسع الجزائر يعني وماضية في احترافية الجيش الوطني شعبي أيضا ربما ينتقل إلى النهج الذي والله تأثر به في حركة المجتمع السن وهو تعزيز العلاقات مع دول جمال جوار وتحجيم الخلافات هذه رؤية لبعض المترشحين نعتقد أنه لكل مترشح يعني فكرة أو رصيد سياسي يخليه يتبنى أو يعرض عن موقف معين وبالتالي كل واحد هنا يظهر التباين لأنه هناك النقاط التقاطع لربما نرجع لها في النقاش أكيد أتوجه السؤال للدكتور عمار سيغة أكيد هناك أيضا يتفق المترشحون الثلاثة على إعادة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي أكيد هناك الاتحاد الأوروبي هو اتفاق اقتصادي لكن له بعد سياسي خاصة فيما يخص قضية متابعة حقوق الإنسان التي أصبحت تستغل أيضا ضد الجزائر وأيضا حرية تنقل الأشخاص طبعا بنظر إلى مستوية التأثير التي باتت تنحصر في الأوين الأخيرة من طرف التكتولات الإقليمية خاصة منها الاتحاد الأوروبي ولعل خروج بريطانيا مؤخرا من عبائة الاتحاد الأوروبي قد أضفل كثير من الضعف على الاتحاد الأوروبي الذي بات يتهوى في ظل أزمة اقتصادية منذ 2008 وصلنا إلى الجائحة كورونا وصلنا إلى الحرب في أوكرانيا وتوظيف المنظومة الغربية العسية الولايات المتحدة الأمريكية للمجموعة الأوروبية في مواجهة روسيا وما انعكست عليه أزمة الغاز الروسي وتراجع امداداتها للجبهة الأوروبية وفي ظل كذلك التفكك المصلحي الذي تعيشه المنظومة الأوروبية لأن الجزائر باتت تفاوض المجموعة الأوروبية دولة بدولة في حين في الأمس القريب كانت المجموعة الأوروبية تضغط من خلال ملفات معينة تتعلق بمستويات حقوق الإنسان وحرية التعبير إلى غير ذلك غير أن هذه الأوراق كلها سقطت في الماء كلها أصبحت ربما شعارات واهية وضغوط كانت الغاية من ورائها هي لي ذراع الجزائر وثنيها عن كل مواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة تجاه القرارات الدولية وتجاه ربما الاستفاف إلى جانب المنظومة الغربية في مواجهات الدول الصاعدة الصين وروسيا وإيران إلى غير ذلك وكذلك في ظل ربما الطابع المخضرم الذي يعيشه صنعق الجزائر لننسى أن المترشح الحر عبد المجد تبون قد عايشها وجه قوة الدبلوماسية الجزائرية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانيينيات وكيف هي عيبة أدوار متقدمة في حل وحل حلات مختلف نزاعات في بعدها الإقليمي سوى الإفريقي أو الدولي لننسى دور الجزائر في الأزمة اللبنانية واتفاق الطائف لننسى كذلك دور الجزائر في توفق بين إيران والعراق ووضع ربما وقف إطلاق النار بينهما واتفاق سلام الممضى تحت إشراف وزير خارجية الراحل محمد صديق بن يحيى كلها يعني ربما دلالة توضح على قوة ووجوب التزام الفعل الدبلوماسي وكذلك الحضور الدبلوماسي خاصة في مواجهة كلنا التقتلات الإقليمية على أسها المجموعة الأوروبية الآن التي الآن أصبحت يعني تعيش نوعا من تراجع مستوية النفوذ في ظل هذا التمدد الآن الذي تعيش في المنظومة تعدد الأقطاب التأثير الدولية وبالتالي ويرجع كذلك إلى ربما الخلفية التي انطلقها منها كل مترشح نعتقد أنه بالنظر إلى مستوية الخطاب وكذلك التوظيف اللغوي للألفاظ من خلال ربما لو نأتي إلى برنامج المترشح يوسف أشيش تبني تقوية إنشاء كلها يعني تعتبر ضمن ربما بعض المصطلحات أو بعض المفاهيم التي لا تعطي البعد القوي للاقتصاد وغياب كذلك دبلوماسي الاقتصادية في محاور هامة في سياسة الخارجية نعم في حين لما نذهب إلى برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون نجد المصطلحات يعني مواصلة تكريس وتقوية وتبني كلها ربما استكمالا للعقيدة التي بنيت عليها السياسة الخارجية وهذا في حد التي يعتبر من الأليات ومن الميكانزمات التي لا يمكن بحينا من الحوال التفريط فيها ربما جزئية هامة أشير لها وهي النقطة التي من خلالها مواصلة الدفاع عن حقوق الجزائرين بالخارج وإدماج الخبرات والكفاءات الجزائرية بالخارج في المسافة المهمة نعم نقطة مهمة وهذه النقطة في حدتها نعتبر أنها تؤسس لما يسمى باللوب الجزائري خارج الجزائر ومدى تأثيره في صيانة والدفاع ورسم مربعات النفوذ وكذلك حتى ضمان المصالح القومية لجزائر في بعدها الاقتصاد وهذا أيضا محاولة ليستخطاب أيضا كتلة ناخبة بالخارج طبعا وهذا في حدته كذلك هو غياب بعض المفاهيم ذات البعد الحديث الحالي لأن التهديدات الآن الأمنية لم تعد بالمفاهيم الصلبة التي يصبها ربما المرشح يوسف أوشيش وكذلك عبد العالي حساني في حين أنه تركيز المترجح الحور على المفاهيم الجديدة لتهديدات التماثلية منها تجارة المخذرات والمؤثرات العقلية كذلك التصدي لمختلف تهديدات الأمنية المشتركة ولعلها بين قوسين نطرح الهجرة غير الشرعية وكذلك التهديدات الأخرى لغير تماثلية منها الجريمة الإلكترونية والجريمة السيبرانية كلها ربما تحديات ربما تدرك طبعا وتجعل الخلفية التي ينطلق منها كل المترجح تعز إلى تكوينه السياسي المحكم خاصا أنه ربما كما قلنا أن المترجح الحور عبد المجيد تبون قد عاصر أوج القوة الدبلوماسية والحضور قوي للسياسة الخارجية في حين أنه ربما حتى في الأبعاد المتعلقة بامتدادات السياسة الخارجية نجد أنه برنامج المترجح يوسف أوشيش وكذلك عبد العالي حساني في امتداد إقليمي محدود في حين أنه المترجح الحور عبد المجيد تبون يحاول توسيع امتدادات ومستوية التأثير ومستوية النفوذ بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائية وهنا نبقى مع هذا النقطة فيما يخص إعادة تقييم العلاقات دكتور قوي بوحنية نبقى دائما في هذه النقطة هناك إعادة تقييم العلاقات مع الشركاء على أساس المصلحة الوطنية وأيضا مراجعة علاقات مع الشركاء التقليدين طبعا هذا عنصر مهم لسببين بسيطة نحن نقرأ الخارطة التأثير وخارطة وحجم فقط تجارة السلاح والمؤشرات الكبرى لتجارة السلاح على سم المثال مثلا في القارة الإفريقية تتصدر سباق تسليح القارة الإفريقية روسيا بنسبة 24% تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين بالنسبة للدول الأوروبية فرنسا وألمانيا وإيطاليا بمعنى احنا يجب تحثوا على إفريقيا فهؤلاء الشركاء الذين بين قوسين يشتغلون على إفريقيا هناك من ينظر إلى إفريقيا باعتبارها قارة مستباحة وهناك من ينظر إلى القارة الإفريقية باعتبارها أو باعتبار القرن الحديد لشن هو قرن إفريقي بامتياز وفي قادة الرؤية يجب أن نضبط أجندتنا ماذا نريد نحن من إفريقيا هل نستمر في هذه السياسة بوضع أجندة دقيقة تخدم مصالحنا في ظل استمراء ألية الانقلاب أو في ظل انقلاب حتى بعض الدول التي كنا نعتبرها في مراحل معينة صديقة لنكتشف في الأخير بأن هناك إرادات دولية وأن هناك أجهود إقليمية للأسف الشديد تضغط وتلعب دور سلبي حتى تؤثر على هذه الدولة على قراراتها فهذا شيء أيضا يجب أن لا ننساه ويجب أن لا نتنساه قبل سنتين نستذكر أنه قامت في بعض الدول الإفريقية انقلابات والجزائر دائما مع الشرعية بمعنى الشرعية الدستورية والحل السياسي ماذا سنستمر إلى أي حل إلى أي مدى تستمر الجزائر في سياستها بين شرعية الأمر الواقع وما يحدث من الانقلابات فهذا أيضا عنصر يجب أن نشير إليه سبقوا أشهر الأستاذ عمار سيغة والأستاذ المعامر نحن أيضا نقطة مهمة أشار إليها مختلف المترشيحون وأنا يبدو لي هذا عنصر يجب تفعيله في السنوات القادمة بعض الدول تلجأ إلى تأشيس وزارة المغتربين أنا يبدو لي أن الجالية الجزائرية للأسف الشديد غير موظفة بشكل إيجابي وغير موظفة بشكل تنخرد فيه في العملية السياسية والاقتضاية والاجتماعية نحن نتحدث عن عدد معتبر بفرنسا ربما يجاوز ثلاث ملايين وفي إيطانيا وفي إسبانيا وفي حتى دول الخليج العربي ولدينا إمكانيات وعقول بين قوسين تسمى طيور نادرة في كثير من التخصصات الاستثنائية إلى أي مدى ستطعنا أن نوظف هذه العقول وهذه الكفاءات بشكل يجعلها مديرة للدخل للجزائر حتى عن طريق ما يسمى نظام الأساتذة الزائرين ونظام الإعارة في الوقت اللي ينسجلوا فيه أنا قبل في الانتخابة التشريعية جالي الدراسة يعني أنت ما عندكش أكثر من 20% أو 10% الذين يمارسون الفعل الانتخابي بمعنى تتكلم على 6 و 7 ملايين الخارج الجزائر وفي الأخير تلقى عندك بضع ألف الذين ينتخبون هذا إشكال كبير جدا يعني هناك رغبة بذلت خلال 5 سنوات الأخيرة من طرف المترشح سيد عبد المجيد تبون حقيقة لعادة انخراط الجارية الجزائرية في الفعل التنموي داخلية لاحظنا ذلك في المجلس الوطني الأقصدي والاجتماعي لاحظنا أيضا ذلك في المجلس الأعلى للتكنولوجيا يجب أن يكون هناك تمثيل أكثر وأيضا إعطائهم ضمنات أيضا إعطائهم ضمنات إعطائهم فرص للاستثمار وأعطائهم فرص لتأمين الحركية العلمية والديناميكية التعليمية العالية خاصة في مجال التعليم العالي وفي مجال الخبرات في الوقت الذي هم يستقطبون بمختلف الآليات ومختلف الإغراءات لكي يبنوا اقتصاديات دول خارجية نحن في حاجة حقا إلى نصف من الاستثمار كبير هذه الكفاءات التنموية في الخارج حتى تكون عنصر تقديم ما يسمى قيمة مضافة لإقتصادياتنا الرائدة هذه عناصر أعتقد أنها مهمة نحن لدينا كفاءات نادرة لدينا إمكانيات غير عادية وتوظيف هذه الكفاءات من الأهمية بمكان وأعتقد أنه يدخل ضمن ما يسمى الدبلوماسية الناعمة استقطاب هذه الكفاءات في مختلف التخصصات في مختلف المجالات النادرة ونحن الذين الآن نخوض تجربة مهمة جدا في مجال الأمن السيبراني وفي النانو التكنولوجي وفي المعاهد عالية الدقة وعالية التخصص نحن في حاجة إلى أن نستقطب هذه الكفاءات هذه العقول والأدمغة المهاجرة التكوين في الخارج أكيد سيكون إضافة وقيمة مضافة لكن العودة أيضا للجزائر يستمار فيها وإذا يعطاهم ضمنات أكثر هذا هو الأساس دكتور عامر نتحدث أيضا حول دور الجزائر كوسيط لحل النزاعات مثل ما وقفنا عليه كمثال في الشعن الليبي ونيجر إثيوبيا ومصر سابقا أيضا أعتقد أو إضافة لما تفضل به الأستاذ أعتقد أنه نحتاج إلى وزارة منتتبة خاصة بالجالية مثل ما عملت بالجزائر في العديد من المحطات وكان لي الوزارة المنتتبة دور فعال في استقطاب الكفاءات وممارسات أو مساعدة يعني ما يسمى بالتواجد الجزائر كما قال الأستاذ استعمال القوة الناعمة اللوبيات يعني الاقتصادية والسياسية من خلال الجالية المتواجدة في العديد من الدول بالتالي هذا الوزارة المنتتبة بإمكاني أن تعطيها يعني بعدا أو مكانة للمقتربين فيما يتعلق بالمساهمة في الدور التنموي والدور الاقتصادي أعود إلى سؤالك يعني وأنطلق من مجموعة من الإحصائيات التي كان لها باختصار نعم باختصار شديد التي كان لها تأثير كبير في الجزائر أعتقد أنه المحيط الإقليمي هو الذي يدفعنا لاختيار مجموعة من المقاربات أول اختيار هو المحيط الإقليمي خاصة يعني الغياب أو الدولة أو ما يسمى باللا دولة خاصة فيما يتعلق بالدولة الشقيقة ليبيا ضعف ربما من ناحية الاقتصادية وحتى من الوهن السياسي اللي عاشته تونس في مراحل سابقة بالإضافة إلى أنه اللي كان لاحظ من 2020 حتى 2023 شهدت إفريقيا 18 من انقلاب قريبا التسعة انقلابات نجحت من ضمن هذه الانقلابات من ضمن التسعة هناك سبع انقلابات في الجوار الجزائري في مالي كان هناك انقلاب بين 2020 2021 في النيجر 2023 بوركين عفاصو كان في جون في 2022 وبعده في سيطنبر 2022 تصد 2021 السودان على الرغم من أنها بعيدة لأنها تؤثر فيما يعرف بالساحل يعني دول الساحل الإفريقي لو نلاحظ هذا الشريط الساحلي المتاخم للحدود الجزائرية يعني هناك راح ينعكس مباشرة على الأمن الاقتصادي والسياسي والجزائري من خلال انتشار السلاح من خلال انتشار الجماعات الإرهابية من خلال انتشار المخدرات من خلال انتشار الجريمة العابرة للحدود وكذلك يعني انتشار ربما بعض شركات الأمنية المرتزقة التي أصبحت كما قال الأستاذ اننا كنا نظنها انها تمارس دور يعني يؤيد ربما السياسة الجزائرية لأنه لها أدوار مشبوهة خاصة في مالي وفي العديد من الدور وبالتالي مراجعة بعض جزئيات من السياسة الخارجية أصبحت ضرورة وإعادة تقييم منهم الأصدقاء ومنهم الأعداء من خلال الندية كما ذكر المترشيح عبد المجيد تبون من خلال يعني تبني المصلحة الوطنية كما ذكر المترشيح حسني ومن خلال إعادة تقييم العلاقات مع الشركاء كما ذكر المترشيح يوسف وشيش طيب إذن كانت هذه أبرز الملفات السياسة الخارجية وأيضا العلاقات الأثنائية الجزائرية مع الدول استنادا إلى برامج المترشيحين شكرا لكم محلل وقناة الجزائر الدولية كل من الدكتور بوحني وقوي وأيضا الأستاذ عامر بن مداني وأيضا عمار سيغا شكرا جزيلا لكم على هذا التحليل نلتقي مشاهدنا غدا في عدد جديد من برنامج جزائر تنتخل في أمان الله اشتركوا في القناة